بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أيها العزاء إذا ندخل معا في بحث جديد وهو بحث إنا وأخواتها إذن هذا هو القسم الثاني من الحروف الناسخة للابتداء نحن سابقا ذكرنا أنه من الحروف التي تنسخ الابتداء ما ولا وإن ولا ت الملحقات بليس اللي تعمل عمل ليس وكان صحيح؟ هذا الآن القسم الثاني إذن من الحروف الناسخة للابتداء إِنَّ وَأَنَّ وَلَكِنَّ وَكَأَنَّ وَلَيْتَ وَلَعَلَّ وهذه الحروف تدخل على الجملة الإسمية فتنصب الأول ويسمى اسمها وترفع الثاني ويسمى خبرها إِنَّ زَيْدًا عَالِمٌ جيد الآن ما هي معاني هذه الحروف؟ الجواب إِنَّ وَأَنَّ لِلْتَوْكِيدُ وَلَكِنَّ لِلْاستِدْرَاكُ وَكَأَنَّ لِلْتَشْبِيهُ وَلَيْتَ لِلْتَمَنِّيْ وَلَعَلَّ لِلْتَرَجِّيْ أَوَ الْإِشْفَاقُ ما معنى الإشفاق؟ الإشفاق أعزائي يكون في الأمر الذي يتخوف منه مثلاً لعل زيداً مريض لعل العدو يقدم إذن الأمر الذي يتخوف منه جيد ما الفرق بين التمني وبين الترجي؟ الجواب إخواني التمني يقولون يكون في الأمر الذي يرجى حصوله وفي الأمر الذي لا يرجى حصوله يستحيل حصوله يمتنع حصوله مثلاً تقول ليت المسافر يعود هذا يرجى حصوله وتقول ليت الشباب يعود هذا لا يرجى حصوله أما الترجي فلا يكون إلا فيما يتوقع حصوله ويتأمل حصوله صحيح فتقول لعل المسافر يعود ولا يصح أن تقول لعل الشباب يعود جيد نقرأ الآن يقول لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل كان ترفع وتنصب هذه تنصب وترفع كإن زيداً عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغني هذه أمثلة إن زيداً عالم جيد فإن نصبت زيداً ورفعت عالم صحيح الأول هو اسمها الثاني هو خبره أني كفء إذن أني أيضاً فعلت نفس الشيء إلياء اسمها وخبرها ولكن ابنه ذو ضغني كذلك ابن اسمه لكن إن وذو خبرها مرفوع طبعاً درسنا علامة رفعه الواو ماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف وضغن مضاف إليه يقول هذا هو القسم الثاني من الحروف الناسخة الابتداء وهي ستة أحرف إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل وعدها سيبوه خمسة لماذا عدها خمسة؟ لأنه اعتبر أن أن هي فرع إن فلذلك صارت ماذا؟ خمسة فأسقط أن المفتوحة لأن أصلها إن المكسورة كما سيأتي ومعنى إن وأن التوكيد ومعنى كأن التشبيه كأن زيدا أسد للتشبيه ولكن للاستدراك مثلا نجحت ولكن درجتي قليلة إذن نجحت بعدين أستدرك أقول لكن درجتي قليلة يعني حتى يندفع توهم لدى السامع هذا معنى الاستدراك وليت للتمني ولعل للترجي والإشفاق طيب ما الفرق بين التمني والترجي وما هو المقصود بالإشفاق يقول والفرق بين التمني والترجي أن التمني يكون في الممكن نحو ليت زيدا قائمون وفي غير الممكن في المستحيل نحو ليت الشباب يعود يوما وأن الترجي لا يكون لا في الممكن فلا تقول لعل الشباب يعود جيد طبعا هذا هو الأصل إلا إذا كان هناك غاية بلاغية مثلا اللي تجعل الشخص يستخدم هذا الأسلوب لكن الآن هو يتكلم على القاعدة جيد والفرق بين الترجي والإشفاق أن الترجي يكون في المحبوب لعل الله يرحمنا نحن نحب رحمة الله والإشفاق في المكروه لعل العدو يقدم صحيح نحن لا نحب ونكره أن يقدم العدو وهذه الحروف تعمل عكس عملي كان فتنصب الإسم يعني تنصب الأول وترفع الثاني جيد نحو إن زيدا قائم فهي عاملة في الجزئين هذا هو الصحيح وإن كان الكوفيون سامحهم الله قالوا قولا آخر بأنها تعمل في الأول فقط أما الثاني فما يحتاج أن تعمل فيه لأنه هو مرفوع يعني هو مرفوع فما معنى أن تعمل فيه الرفع يعني بتعبير آخر قالوا إن هذا الرفع اللي موجود في الخبر هذا هو الرفع الأصلي هذا هذا هو الرفع اللي من أول كان ها إن زيدان عالمون هي ما عملت فيه ما غيرته هي نعم غيرت وضع ماذا الإسم فلذلك هي عملت في الإسم دون الخبار في ذلك يقولون نصبت الإسم وأبقت الخبر مرفوعا لكن البصريون قالوا لا هي عملت في الإسم نصبته ورفعت الخبر وهذا الرفع الموجود فيها هو غير رفع الخبر ها الخبر يا عزيزي قلنا ما هو الرافع له ذكرنا سابقا في باب الابتداء الرافع له هو المبتدأ يعني الآن إذا هذا مثلا خبر من الأصل إنما أثرت فيه جيد ما الرافع له يسأل البصريون تقول الرافع هو الابتداء طيب وين الابتداء الآن الابتداء وين ما هذا صار اسم إن صحيح أم لا الآن ليس هناك إلا إن في الميدان هي التي تلعب وين الابتداء الابتداء طار فما هو موجب رفعه إذن لاحظتم كيف ها فإذن هذا مو نفس الرفع السابق اللي كان قبل إن اللي موجبه الابتداء للابتداء راح هذا رفع جديد بسبب إن لاحظوا الدقة يعني البصريون عموما أدق من الكوفيين لاحظتم المسألة فإذن هذا الخبر مرفوع بإن هذا رفع جديد غير ذاك الرفع السابق اللي بطل عند بطلان موجبه وهو المبتداء يقول فهي عاملة فهي عاملة في الجزئين لاحظتم عزيزي نعم وهذا مذهب البصريين وذهب الكوفيون إلى أنها لا عمل لها في الخبر وإنما هو باق يعني إن جاءت فأخذت رفعت الاسم وأبقت الخبر على حالي ما عملت فيه شيئا طيب ما هو موجبه ذهب موجب رفعه ذهب فكيف يبقى مرفوعا طيب وإنما هو باق على رفعه الذي كان له قبل دخول إن وهو ماذا خبر المبتدى جيد الآن مسألة هل يجوز تقديم خبر إن على اسمها نحن في باب كان ذكرنا هذا البحث قلنا يجوز تقديم خبر كان على اسمها صحيح أم لا لعبرنا عنه بتوسط الخبر قلنا هذا يجوز الآن هنا في باب إن وأخواتها هل يجوز تقديم الخبر على الاسم الجواب لا يجوز إلا إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا أما غير ذلك لا يجوز مثلا إن زيدان عالم ما يصير إن عالم زيدان ما يصير نعم إن زيدان في الدار ممكن إن في الدار زيدان ها إن زيدان عندك إن عندك زيدان إذا لا يجوز في هذا الباب تقديم الخبر على الاسم إلا إذا كان ظرفا أو جارا و مجرورا وبتعبير آخر شبه جملة طيب ثم هذا التقديم تارة يكون جائزا مثل المثالين الذين ذكرناهما إن في الدار زيدان وإن عندك زيدان وتارة يكون واجبا مثل إن في الدار صاحبها لماذا هنا واجب أشرنا إليه سابقا في باب الابتداء لألا يعود الضمير على متأخر اللفظا ورتبة لو قلنا إن صاحبها في الدار فهذه الها رح تعود على شيء في الخبر وهو متأخر رتبة ومتأخر لقظة واضح كيف جيد إذن تقديم الخبار شبه الجملة على الإسم هنا في باب إن أخواتها إما أن يكون جائزا مثل إن في الدار زيدان وإما أن يكون واجبا مثل إن في الدار صاحبها يقول وراعذ الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي يعني يجب مراعاة هذا الترتيب أنه الإسم أولا ثم الخبر إلا في مثل قولنا ليت فيها غير البذي البذي يعني البذي بذي اللسان ليت فيها غير البذي اللي ماذا اللي الخبر جار مجر أو ليت هنا غير البذي اللي الخبر ظرف واضح نعم يقول أن يلزم تقديم الاسم في هذا الباب وتأخير الخبر إلا إذا كان الخبر ظرفا أو جار ومجرورا فإنه لا يلزم تأخيره وتحت هذا قسمان أحدهما أنه يجوز تقديمه وتأخيره وذلك نحو ليت فيها غير البذي أو ليت هنا غير البذي جيد أي الوقح فيجوز تقديم فيها وهنا على غير وتأخيره ما عنها والثاني أنه يجب تقديمه خبر شبه الجملة نحو ليت في الدار صاحبها فلا يجوز تأخير في الدار في هذا المثال لألا يعود الضمير على متأخرين ماذا لفظا ورتبة طيب مسألة قلنا أعزائي بأنه ماذا بأنه يجوز تقديم نفس الخبر على الإسم إن كان شبه جملة صحيح طيب ماذا بالنسبة إلى معمول الخبر معمول الخبر الجواب بالنسبة إلى معمول الخبر إن كان غير الشبه غير الشبه جملتين فلا يجوز تقديمه هو الخبر لا يجوز تقديمه صحيح فكيف معمول الخبر مثلا إن زيدان آكل طعام كم يصير إن طعام ك زيدان آكل وأما لو كان المعمول شبه جملة ففيه خلاف ففيه خلاف واختيار الشارع أنه أيضا لا يجوز فمثلا إن زيدا واثق بك ما يصير تقول إن بك زيدا واثق إن زيدا مقيم عندك ما يصير تقول إن عندك زيدا مقيم واضح كيف إذن حكم الظرف والجار والمجرور اللي هما معمول الخبر غير حكمهما إذا كان الخبر إذا كان خبرا ممكن تقديمهما أما إذا كان معمول الخبر على رأيه لا يجوز لا يجوز تقديمهما يقول ولا يجوز تقديم معمول الخبر إذن خلصنا من الخبر خلصنا من الخبر الآن الكلام عن معمول الخبر ولا يجوز تقديم معمول الخبر على الإسم إذا كان غير ظرف ولا جار ومجرور نحو إن زيدا آكل طعامك هذا طعامك معمول الخبر اللي هو آكل فلا يجو استخدمه على الإسف فلا تقول إن طعامك زيدا آكل وكذا إن كان المعمول طيب وكذا إن كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرور هنا ما في فرق في باب المعمول حتى لو كان ظرفا أو جارا ومجرورا هذا رأيه قلت وكذا إن كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا نحو إن زيدا واثق بك أو جالس عندك فما يصير تقول إن بك زيدا واثق أو إن عندك زيدا جالس وأجازه بعضهم لا بعضهم قال عادي مثل ما الخبر شبه الجملة يجوز تقديمه على الإسم معمول الخبر شبه الجملة ماذا أيضا يجوز تقديمه على الإسم وهذا مو من باب القياس بل عندنا شاهد عليه يقول وجعل منه قوله فلا تلحني فيها فإن بحبها أخاك مصاب القلب جم بلابله لاحظ فإن بحبها أخاك مصاب القلب يعني إن أخاك مصاب القلب بحبها هذا بحبها هذا جار مجرورين متعلقان متعلقان بالخبر مصاب لاحظتم لا إذن معمول خبر إن أخاك مصاب بحبها وماذا قدمه على الإسم هذا الشاهد طيب معنى البيت تلحني يعني تلمني طيب والبلابل جم بلابله يعني الوساوس يعني يقول لا تلمني لا تعذلني في حب هذه المرأة فإني مبتلا بهذا الحب ولا أستطيع ترك التفكير في شأنه فإن بحبها أخاك مصاب القلب جم بلابله الآن ينتقل أعزائي إلى مسألة جديدة وهي كسر أو فتح همزة إن طيب متى يلزم فتح هذه لمزة ومتى يجب كسرها ومتى يجوز الوجهان نستطيع أن نعطي قاعدة بسيطة سهلة وهي أنه إذا كان يمكن لحظوا إذا كان يمكن تأويلها مع ما بعدها بمصدر فهنا تفتح وإن لم يمكن ذلك فتكسر هاي قاعدة بسيطة يعني مثلا علمت أنك قادم جيد هنا يجب أن تفتح لماذا لأنه تفسر مع ما بعدها بمصدر أي علمت قدومك علمت أنك قادم يعني علمت قدومك مثلا إن زيدان مجتهد طيب هنا لا تفسر مع ما بعدها بمصدر فإذا ماذا تكسر هاي القاعدة من باب تبسيط الموضوع أما إذا أردنا أن ندرس المسألة بالتفصيل فنقول يجب فتح همزتها إذا فسرت مع ما بعدها بمصدر مثلا علمت أنك مشتهد يعني علمت اجتهادك طيب و يجب كسرها في مواضع سوف نبينها واحدا واحدا و يجوز الوجان في مواضع سوف نذكرها أيضا واحدا واحدا طيب الآن نقرأ يقول وهمز إن نفتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذا كسر يقول هذه القاعدة مبدئيا اللي واحد حتى في التطبيق لا يخطئ يعني أنت تنظر وين هذه تفسر مع ما بعدها بمصدر فهنا تفتح إذا ما تفسر فتكسر إن لها ثلاثة أحوال وجوب الفتح وجوب الكس جواز الأمرين فيجب فتحها إذا قدرت بمصدر كما إذا وقعت في موضعي مرفوعي فعلا الآن إذا فسرت بمصدر سواء فسرت بمصدر مثلا في محل رافع أم في محل ناصب أم في محل جار لا فرق صحيح مثلا يعجبني أنك قائم يعني يعجبني قيامك عرفت أنك قائم عرفت قيامك عجبت من أنك قائم عجبت من قيامك واضح فالمصدر يعني تفسر به أن وما بعدها أن وما بعدها لا فرق في أن يكون محله الرافع أم الناصب أم الجار يقول نحو يعجبني أنك قائم أي قيامك إذن كما إذا وقعت في موضع مرفوع فعل مثل هذا يعجبني أنك قائم أي قيامك أو منصوبه عرفت أنك قائم أي قيامك أو في موضع مجرور بحرف نحو عجبت من أنك قائم أي من قيامك وإنما قال لسد مصدر مسدها لماذا قال أنه تفتح عندما ماذا يسد مسدها مصدر لماذا قال هذا يقول إنما قال لسد مصدر مسدها ولم يقل لسد مفرد مسدها لأنه قد يسد المفرد مسدها ويجب كسرها الكلام مو أنه تفسر مع ما بعدها بمفرد لا بمصدر لازم بمصدر تفسر لاحظ يقول مثلا ظننت زيدا إنه قائم هنا تفسر بمفرد ظننت زيدا قائما واضح كيف فما ينفع أن تفسر بمفرد لا موضع وجوب الفتح أن تفسر بمصدر نعم فهذه يجب كسرها وإن سد ما سدها مفرد لأنه كلامنا مو في المفرد لأنها في موضع المفعول الثاني ولكن لا تقدر بالمصدر نحن نريد أن تقدر بالمصدر إذ لا يصح في ظننت زيدا إنه قائم ظننت زيدا قيامه بل التقدير بل التقدير ظننت زيدا قائما طيب الآن لم يجب تقديرها بمصدر لم يجب فتحها بل تكسر وجوبا أو جوازا على ما سنبين إذن عندنا قسمان أحدهما وجوب الكسر والثاني جواز الفتح والكسر وهذا ما سيفصل إن شاء الله في الدرس المقبل والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد محمد للمشاهدة محمد وآل محمد للمشاهدة محمد وآل محمد